استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون المدعي العام التمييزي القادي غسان عويدات وأبلغه استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار المرفع إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه وأكد عون لا أحد فوق العدالة مهما على شأنه والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظله الضمانات حقق المنتخب البحريني لكرة اليد فوزا تاريخيا له في تاريخ الألعاب الأولمبية عقب انتصاره على نظره الياباني صاحب الأرض وأنهت اليابان الشوط الأول لصالحها 17-16 لكن البحرين قلبت الأمور بعد الاستراحة لينتهي اللقاء بفوزها بنتيجة 32-30 هذا وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 بعد فوزه اليوم على السويد بنتيجة 27-22 ونبقى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في توكيو حتى 8 من أغسطس حيث لبت السباحة الأسترالية إماماكيون التوقعات وأحرزت ذهبية سباق 100 متر حرة اشتركوا في القناة